اشتركوا في القناة جزائريين خاصة على مستوى كل خطوط من حراس المرمى الى قلب الهجوم يعني كل خطوط متوازنة قائمة منطقية جدا جدا نقطة مهمة اشرتها بالامس على غلق سوق الانتقالات يوم 5 اكتوبر على مستوى انجلترا كان الاخوان مشكورين على كل حال وبرك الله فيهم رسلوني يبحثوني قالوا لي غلق هو اما 15 اما 16 اما 17 اكتوبر سكاي سبور تؤكد ان الموعد النهائي لغلق المركاتو على الساعة الحادية عشر مساء هو الموعد النهائي لجميع التسجيلات الدولية في انجلترا كل انتقالات يعني لخارج انجلترا ولا تكون دايما يكون للتاريخ التاحل النهائي هو الحادية عشر مساء اليوم ويتضمن ايضا جميع السفقات بين الانديات الدوري الانجليزي الممتاز حتى السفقات بين الانديات داخل انجلترا تضمن ان الانديات الدوري الانجليزي الممتاز ورابط الدوري الانجليزي فقط كلا الانتجاهين بريمير ليغ والشامبيونز ليغ عفوا بريمير ليغ والشامبيونشيب بقال بريمير ليغ والشامبيونشيب يمكن ان تكون السفقات التي تشمل نوادي قروضا او دائما يعني اما اعارة او شراع عقد كامل هنا هذه سكاي سبورت فصلت فصلت على القضية ووضحت وبينت صورة لكن الشي اللي حيرني انه زو الصحف من اكبر الصحف في انجلترا حبينا ولا كراهنا دايلي اكسبريس وميرور يعني من اكبر الصحف في انجلترا من جهة اخرى صحيفة ذو ميرور تكلمت على العب الامس هنا تؤكد بالامس ان الموعد النهائي للانتقال هو الاثنين يعني اليوم مع العلم ان لعروسي لعبة الجزائري ينشط في الدوري الانجليزي لعروسي ينشط في الدوري الانجليزي الممتاز وليس يلعب في المانيا ولا في ايطاليا ولا في اسبانيا يعني ليس خارج انجلترا ملاحظة اخرى دايلي اكسبريس من اعرق الصحف الانجليزية تتطرق الى قضية انتقال دي كلان رايس لعب وستهام الى نادي تشيلسي واكدت الصحفة ان تشيلسي مصمم على التوقيع مع دي كلان رايس قبل الموعد النهائي للانتقال في الساعة الحادية عشر مساء غدا يعني يوم الاثنين اي 5 اكتوبر نفس الشي دي كلان رايس لاعب ينشط في البطولة الانجليزية ونادي واسهام نادي انجليزي وليس خارج انجلترا الآن السؤال المطروح اللي يبقى مطروح وليحير هل ميرور واكسبريس لا تعرف القوانين الاتحاد الانجليزي هنأ او يكون صحيح هل سكاي هي الصحيحة الله اعلم انا ما فهمش الحادثة ما فهمش الى صح 16 اكتوبر هو موعد النهائي على الخامسة مساء هو موعد النهائي يعني اكسبريس والديلي اكسبريس وذي ميرور ما يعرفوش القوانين الاتحاد الانجليزي هذي انا معني ما نصدق هاش يعني ومو كنسكايها صحيحة اذا اغلب الطرح ربما تكون اخر اجل هو 16 اكتوبر يعني يوجد فرصة ليساعد بالرحمة ويسر العروسي انهم يقدروا ينتقلوا الى انديا داخل الدوري الانجليزي نتمنى ان شاء الله يوجد انديا قبل حتى 16 اكتوبر نروحوا الى اخبار اللى تهم لاعبي المنتقب الوطني بالامس بعد ما نشرنا خبر وصول بن عمري ليلة امس الى مدينة ليون وحسب اكده الصحفي بين سبور اسماعيل بو عبدالله كان بعض اخوة اللى لم يصدقوا الخبر وكذبوا الخبر اليوم الخبر اصبح بصفة رسمية الحمد لله وهذا الشيء بشر بالخير وهذا هم اللاعبي الجزائري اللي حبوهم يلعبوا في الدوريات الاوروبية الشيء الجميل ان احنا نشوفه لاعب جزائري يلعب في الدوريات الاوروبية لاعب اللي ميفضلش الخليج وعرف بلي الخليج مستواه ضعيف ولما كنت نادر نقول الخليج مستواه ضعيف كانت الناس ما تصدقش صحيح انه الخليج عندهم اموال يخلصوا مليح الاجر مليح ممتاز الملاعب في قمة ملاعب رائعة ما عندي ما نقول فيها الامور هذية لكن كمستواه اوروبا ابعد بكثير من الخليج نلعب في بلجيكا وملعبش في الخليج وهذا الكلام اللي ما يعجبش الناس وكذبونا وضحكو علينا والحمد لله اليوم بالعمري يؤكد ان المستوى العالي لازم تلعب في اوروبا اموال الخليج تهبط لك المستوى انتاعك والحمد لله لاعبي السهل صراحة والله العظيم خوتي غير فرحت من قلبي يعني كي شفت كي سمعت اكدت من الخبر انه بالعمري راح اجتياز فحص الطبي بنجاح ويمضي العقد سنة رسمية وسنة اختيارية يعني عام عقد بعام رسمي وعام اختياري الحمد لله قلت ونعوده看一下 15000 مليون بليون مبروك ليه جمال بالعمري وان شاء الله ان 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 يصبح في периستوى يوسف بليلي ايضا يمضي في اه اا نادي في فرنسا ولا في المانيا ولا في ايطانيا ميهمناش ان شاء الله ان شوفه في اوروبا هو في الادي في اوروبا لان كلما يطلع المستوى هذا يرجع بالفايدة لاعبي المنتخب الوطني والمنتخب الوطني بصفة عامة لأن الاحتكاك يتطلب مستوى عالي أما الخليج يبقى مستوى ضعيف وهذا شيء معروف فرنس فوتبول تؤكد رسميا الخبر وتقول أن بالعمري يوقع سنة واحدة مع اليوم مع سنة أخرى اختيارية وجس يازه الفحص الطبي يوم الاثنين اليوم موقع مقرب لنادي أولمبيك اليوم بالعمري خضع الفحص الطبي اليوم سيشارك اللاعب الجزائري بالعمري مع أولمبيك اليوم وقضى المدافع فحصه الطبي يوم الاثنين وسيوقع عقدا مدته عام واحد بالإضافة إلى سنة اختيارية ما شاء الله هذه الأخبار اللي يتفرح لاعب آخر هو رشيد غزال اللي يعاني صراحة في نادي لسر اللي هو سليماني إن شاء الله سليماني نشوفه في نادي في أوروبا صراحة نادي لسر أصبح بعد خروج محرز أصبح لا يرغب بالجزائري صحة لا يرغب بالجزائري ما عرفناش المشكل من عند من رشيد غزال حسب سكاي سبور البريطانية تؤكد يتواجد جناح لسر سيتي رشيد غزال في اسطنبول يخضع لفحص طبي قبل إعارة لمدة موسم واحد موسم واحد إلى بيشكتاش بيشكتاش نادي تركي وهذه صورة أخرى من وصول غزال إلى تركيا يعني تقريبا خلاص الخبر تأكد بصفة رسمية غزال إلى نادي بيشكتاش التركي بيشكتاش أقصية من الدور الأوروبي لكن أنا وش يهمنا يهمنا المنافسة أنه اللاعب يلعب بانتظام لما اللاعب يلعب بانتظام ترجع قلتها أون عودة الفائدة ترجع للمنتخب الوطني الجزائري أتمنى كل التوفيق للاعب المنتخب الوطني في الأخير ملتقى أنا مع مزمن فيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته